نقدر نقول نجاح أول عملية زرع قلب اصطناعي في العراق بداية هل المريض استجاب لهذا القلب الاصطناعي وما هو وضع الصحي الآن؟ شكرا جزيلا ان شاء الله نقول انها نجاح يعني عملية كاجراء الحمد لله مشت الأمور بطريقة جيدة لحد الآن لكن ما يزال الوقت مبكر لحين تماثل الشفاء تعرف عملية ليش السهلة عملية معقدة جدا حاليا هو يخضع لمتابعة دقيقة في ردعات الناية المركزة في المستشفى وحالة متابعة من طبع فرق متخصصة من العراقيين وأيضا بالشرارة مع فريق من الخبراء من جامعة هانوبر الألمانية وهذه العملية هي احدى نتائج زيارة دولة رئيس المجلس الوزراء في وقت سابق هذا العام لألمانيا وتبعها زيارة لسيد وزير الصحة وإن شاء الله تستمر مثل هذه المنجزات هتكون اكوا عمليات مشابهة لهذه العملية سواء في مستشفى الناصرية أو غيرها من المستشفيات والمراكز؟ نعم نعم قيد التقييم حاليا لتكرار هذه التجربة في بغداد والمحافظات وليس فقط في موضوع جراحة القلب أو هي الدموية في كل التخصصات أنا ذكرت من خلال برنامج كل من كريم أن وزارة الصحة تتجه نحو تقليل عمليات الإطلاق نحو الاستقدام بمعنى استقنام فرق أجنبية متخصصة وإن شاء الله تدريجنا استغني حتى عن الاستقنام يعني هذا الفريق الأجنبي حاليا بعد عدة جولة وعددة عمليات مشابهة إن شاء الله سنكتسب يعني طبانا وممرضين يكتسبونا الخبرة والمحاء اللازمة ونستغني عن الفرق الأجنبية ونتمكن من إجراء نفس هذه العمليات فيادي عراقية 100% إن شاء الله